اختبر معلوماتك في القرآن الكريم السؤال الأول ما الصورة التي بدأت وانتهت بالتصبيح؟ الصورة التي بدأت وانتهت بالتصبيح هي صورة الحشر السؤال الثاني ما الآية التي جمعت كل حروف اللغة العربية؟ الآية التي جمعت كل حروف اللغة العربية هي الآية 154 من صورة آل عمران والآية 29 من صورة الفتح السؤال الثالث ما الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن الكريم؟ الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الشجرة الزقوم وقد ذكرت في سورة الإسراء الآية 60 السؤال الخامس ما أطول صورة وأقصر صورة في القرآن الكريم؟ أطول صورة في القرآن الكريم هي صورة البقرة وعدد آياتها 282 آية السؤال السادس ما الصورة التي تنتهي كل آياتها بحرف الراء؟ الصورة التي تنتهي كل آياتها بحرف الراء هي صورة الكوثر السؤال السابع ما الصورة التي تكرر بها حرف الواو عشر آيات فقط؟ الصورة التي تكرر بها حرف الواو عشر مرات وهي ثلاث آيات فقط هي صورة العصر السؤال الثامن من أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف قوم استوى حسناتهم وسيئاتهم يوم القيامة فأمرهم موكل إلى الله تعالى إن شاء أعذبهم وإن شاء أغفر لهم السؤال التاسع ما الميتة الحلال والدم الحلال؟ الميتة الحلال الجراد والسمك والدم الحلال الكبد والطحال السؤال العاشر ما عدد خزنة جهنم الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم؟ عدد خزنة جهنم الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم تسعة وعشر خازنا انتظرونا مع المزيد من المعلومات موسيقى 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 موسيقى